احزمة الموت على عدن والمحافظات الجنوبية الفيلم تناول الاغتيالات ما بين عامي 2015 و2019 والتي سجلت فيها اكثر من مئة جريمة اغتيال وتصفية جسدية بطرق مختلفة جميعها وبحسب الشهادات الشخصية التي اوردها الفيلم وبالاستناد الى تقارير دولية صدرت في الفترة السابقة مثلت جزءا من الدور الامارات في اليمن ما جنته الامارات وادواتها بحق المدنيين لم يكن هينا بدءا من جلب قتلة مأجورين لتصفية بعض القيادات السياسية والدينية وصولا الى التعذيب في السجون السرية حتى الموت والاعتداء الجنسي والاخفاء القسري حاولت الامارات بكل وسائلها اخضاع المناهضين لها واسكات الاصوات الرافضة لما تقوم به في جنوب البلاد ثم تيقين محلي ودولي على تورط الامارات في هذه الجرائم استنادا الى محاضر تحقيقات ووثائق وشهادات للضحايا ناهيك عن اعترافات لعناصر من تنظيم القاعدة استخدمتهم ابو ظبي لتنفيذ عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط اماراتيين فيما تتصاعد المطالب بضرورة تقديم كل هذه الملفات الى الامم المتحدة والمحاكم الدولية ومحاكمة النظام الامارات على انتهاكاته التي ترقى الى جرائم ضد الانسانية في اليمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة